تامن نمط الشخص الخجول الشخص الخجول ده عنده خمس خصائص منها فقد ثقة في نفسه من السهل جدا انك تعمله ارباك وفقد ثقة وانك انت تربكه وتخليه سدى انه فعلا ملوش اي قيمة تربكه بسهولة اه تالت حاجة متحفز ولو حصل اي حاجة ده ستلاقه الشحمر وتبدل لونه لاي مؤثر خارجي اثر فيه رقم اربعة بيحاول انه هو يختفي يختفي او يتخبى او يعرف كده ميبقى فيه حد كده هو وراه وكذا واللي قدامه ده هو اللي يتكلم هو اللي يقوله ولا ياخد القرارات عنه خمس حاجة سلوكه اصلا سلوك عام يعني عنده حديث دايما عن السلبيات اللي قابلته في حياته وانه هو معرفش يتصرف فيها دايما محظم كلامه عن كده اتعامل معاه زي باربع خطوات اكتبه وراي حسه على الحديث اطلب منه يتكلم بدون خجل اطلب منه تقديم وجهة نظر اقوله انا سمعك انا معتل حد ما تقولها كلها تاني حاجة فاهمه ان انسان بيحترم لي يعني المعلومات الصحيحة اللي هو بيقولها وانه هو بيبين وجهة نظر وانه احنا محتاجين انك تظهر وجهة نظرك عشان احنا نستفيد بيه وانه بتقول كلمة ومعلومة احنا نستفيد بيه يعني دعمه بالثقة تالت حاجة شركه بقى في الفعل فعل معين تكليف معين وانت من خلال التكليف ده بتعمله ايه بتعمله دعم نفسه وزادة ثقب نفسه وهكذا عشان يبقى هو في الموقف ده اصلا يعني عنده حتى المردود النفسي وتكون الفعل ده على الاقل يعني مضمون النجاح عشان تبقى خطوة اولية له انه هو ده ناجح وجاله يلا بعيار انجاز ربع حاجة شجعه وقدم له بدائل طب ده لا ما نخافش ممكن نعمل بالامر فلما نفعلش بالطريقة ده ممكن ينفع بالطريقة التانية ودي حل وحاول انه هو يثبت عليه ويعمله عشان يشوف معيار الانجاز الحقيقي شكرا